تسارعت رحلات المهاجرين غير الشرعيين في اليام الأخيرة من الشواطئ الليبية وتمكنت السويس متوسط من انقاذ 645 مهاجرا فيما توفيت امرأة شابة بعد نقلها على متن سفنة اكواريوس التي تديرها الجمعية بتعاون مع طباب لا حدود سفنة برودونسية الأخرى انقذت في أول عملية لها نحو 412 شخصا كانوا في خطر في عرض البحر وفي أقل من أسبوع تم انقاذ أكثر من 6000 شخص ما زاد من عدد المهاجرين الذين تم انقاذهم إلى أكثر من 22000 وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية سنة 2017 تتزايد مخاوف الاتحاد الأوروبي من ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا وفي المقابل تتزايد وطيرة إبحار قوارب المهاجرين من السواحل الليبية مع تحسن التقس وتزايد الانقسام السياسي والفوضى الأمنية وهي ثغرات تستغلها الجماعات الناشطة في الهجرة غير الشرعية